لو عايز تسأل عن الجنسية حتقول و لو عايز أكلم حد بصيغة الأحترام حقول في البداية مهم أنك تعرف أن كل بلد لها جنسية الجنسية دي ممكن تكون مذكر و ممكن تكون مؤنس عشان أحول الجنسية من الماسكولان للفيمنا عندي كذا طريقة أول طريقة هي بإضافة في نهاية الجنسية يعني مثلا لو قلت بلد زي بلد فرنس فرنسة عندي فرنسي فرنسيز أمريك أمريكا أمريكا أمريكان انكلتر انكلترة انجلي انجليز اسباني اسبانيا اسبانيول اسبانيول ألمانيا المنيا ألمان ألماند جapon اليابين جابني جابنathan شين السين الطريقة الثانية وهي لو الجنسية بتنتهي ب-N-E حامل دبل N-E إكزامل لو عندي بلد زي إيجيبت مصر هتكون إيجيبسيان إيجيبسيان إيطالي إيطاليا 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 كاندا كاندا كانديان كانديان الطريقة الثالثة هي إن فيه جنسيات ما بتتغيرش زي مثلا بلجيك بلجيكا عندي بلج بلج روسي روسيا روس روس سويس سويسرا سويس سويس وآخر حاجة جنسيات بتتغير تماما زي كلمة جرس اللي هي اليونان عندي جرك جرك تركي تركيا تيرك تيرك كده إحنا عرفنا مع بعض تحويل الجنسية من الماسكلة للفيميناء لو عايز أحاولها أو بلوريال في الجامع بضف لها أس ولو كانت الجنسية بتنتهي بأس بس بس بها زي ما هي لكن فيه نقطة مهمة لازم نعرفها إن الجنسية لو جات مع كلمة لانج اللغة أو ناسيوناليتي الجنسية أو أورجين يعني من أصل لازم تكون الجنسية أو في ميناء أكتبها في المؤنس يعني بقول ناسيوناليتي فرانسيز لانج فرانسيز أورجين فرانسيز دي كانت طريقة سهلة وبسيطة نقدر نتعلم بيها للناسيوناليتي اللي هي الجنسيات موسيقى